السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في حصة جديدة من حصة مادة الرياضيات سنرى اليوم نموذجا للفرض الأول في الرياضيات في المستوى الخامس ابتدائي التمرين الأول أكمل الجدول التالي هناك أعداد مكتوبة بالحروف يجب كتابتها بالأرقام وهناك أعداد مكتوبة بالأرقام يجب كتابتها بالحروف فنبدأ بالعدد الأول خمسة آلاف وثلاثمائة واثنان وستون هناك رقم وحدات آلاف وهو خمسة فنكتب رقم خمسة وثلاثمائة رقم المئات هو ثلاثة واثنان وستون رقم العشرات هو ستة ورقم الوحدات هو اثنان العدد الثاني مكتوب بالأرقام وهو خمسة وتلاثون ألفا وستمائة وسبعة نكتبه بالحروف العدد الثالث ستمائة وسبعة وأربعون ألفا وثلاثمائة وخمسون ونشير هنا أن ستمائة يمكن أن تكتب مجتمع أو منفصل كما رأينا في الميتار الثاني فنجد عدد الآلاف هو ستمائة وسبعة وأربعون فنكتب العدد وثلاثمائة وخمسون رقم المئات هو ثلاثة ورقم العشرات هو خمسة ورقم الوحدات هو صفر العدد الرابع تمانمائة ألف والعدد الخامس سبعة ملايين ومئتان وأربعة وتمانون ألفا ومئتان وسبعة وتسعون فنبدأ بالملايين رقم وحدات الملايين هو سبعة فنكتب سبعة ثم نبحث عن عدد الآلاف وهو مئتان وأربعة وتمانون ثم نمر إلى فصل الوحدات البسيطة فنجد مئتان وهذا يعني أن رقم المئات هو اتنان وسبعة وتسعون وهذا يعني أن رقم العشرات هو تسعة ورقم الوحدات هو سبعة نمر إلى التمرين الثاني أكتب الأعداد التالية على صورة مجموع كما في المثال فنجد هنا سبعة ملايين وستمائة ألف وخمسمائة وسبعة وأربعون رقم وحدات الملايين هو سبعة فنكتب سبعة ملايين ورقم مئات الآلاف هو ستة فنكتب ستمائة ألف ورقم المئات هو خمسة فنكتب خمسمائة ورقم العشرات هو أربعة فنكتب أربعون ثم نجد رقم الوحدات هو سبعة فنكتب زائد سبعة نقوم بنفس الشيء بالنسبة للأعداد التالية رقم وحدات الملايين هو سبعة فنكتب سبعة ملايين زائد رقم مئات الآلاف هو ستة فنكتب ستمائة ألف زائد رقم عشرات الآلاف هو تلاتة فنكتب تلاتون ألف رقم وحدة الآلاف هو خمسة فنكتب خمسة آلاف رقم المئات هو صفر رقم العشرات سبعة فنكتب سبعون ثم نجد رقم الوحدات هو ستة فنكتب ستة العدد الثاني مكون من ستة أرقام رقم مئات الآلاف هو خمسة فنكتب خمسمائة ألف ثم نجد رقم عشرات الآلاف هو تلاتة فنكتب تلاتون ألف رقم وحدة الآلاف هو ستة فنكتب ستة آلاف رقم المئات هو سبعة فنكتب سبعمائة ورقم الوحدات هو تسعة فنضيف رقم تسعة العدد الثالث مكون من ثمانية أرقام رقم عشرات الملايين هو ستة فنكتب ستون مليون وفصل الآلاف عبارة عن أصفار فنمر إلى فصل الوحدات البسيطة رقم المئات هو سبعة فنكتب سبعمائة رقم العشرات سفر ورقم الوحدات ستة نمر إلى التمرين الثالث أرتب ترتيبا تناقصيا الأعداد التالية ولترتيب هذه الأعداد يجب حساب عدد أرقام كل عدد والترتيب التناقصي هو من الأكبر إلى الأصغر ونستعمل الرمز أكبر ولترتيب هذه الأعداد نحسب الأرقام في كل عدد في هذا العدد يوجد سبعة أرقام وفي هذا العدد كذلك وفي هذا العدد ستة أرقام فقط وفي هذا العدد سبعة أرقام وفي هذا العدد ستة أرقام إذن هناك ثلاثة أعداد تتكون من سبعة أرقام نرتبها أولا نبدأ بفصل الملايين في هذا العدد هناك رقم واحد في وحدات الملايين وفي هذا العدد كذلك وفي هذا العدد كذلك فنمر إلى رقم مئة الآلاف فنجد هنا رقم واحد وهنا سفر وهنا سبعة فيكون إذن هذا هو العدد الكبير نكتبه أولا ثم نضع رمز أكبر ونقارن العددين المتبقيين هنا رقم واحد وهنا رقم سفر فيكون هذا هو العدد الكبير نكتبه ثانيا ثم نضع رمز أكبر ونكتب العدد الثالث المكون من سبعة أرقام وهو مليون وألف وأربعمائة وتسعة وأربعون ثم نضع رمز أكبر ونمر إلى الأعداد المكون من ستة أرقام فقط وهما عددين نقارن أولا رقم مئات الآلاف هنا واحد وهنا واحد كذلك ثم نمر إلى رقم عشرة آلاف هنا ستة وهنا تسعة وتسعة أكبر من ستة فيكون هذا هو العدد الرابع في الترتيب ثم نضع رمز أكبر ونكتبه العدد الأخير وهو مئة وأربعة وستون ألفا ومئة وخمسون نمر إلى التمرين الرابع أرسم مستقيم موازي للمستقيم D ويمر بالنقطة A ومستقيم آخر عموديا على مستقيم D ويمر بالنقطة B لدينا مستقيم وهو D ونقطتان خارج هذا المستقيم نرسم أولا مستقيم يمر من النقطة A وموازي للمستقيم D فنحضر المذوات ونبحث عن الزاوية القائمة في المذوات ونضع الجانب المرقم بمحادة المستقيم D وفي نفس الوقت نضع النقطة A في الجانب الآخر من المذوات على هذا الشكل ثم نرسم المستقيم العمودي على المستقيم D ثم بعد ذلك نحرك المذوات إلى الجانب الآخر ونبحث عن العمودي على هذا المستقيم الأخضر وفي نفس الوقت يمر من النقطة A فيكون هو المستقيم الموازي للمستقيم D وبذلك نطبق الخاصية التي تقول مستقيما متعامدان مع نفس المستقيم يكونان متوازيان هذا المستقيم متوازي مع المستقيم D ونحدف المستقيم الأول ثم المطلوب مننا إنشاء مستقيم آخر يكون عموديا على المستقيم D ويمر من النقطة B وفي هذه الحالة نقوم باستعمال المذوات مرة واحدة فقط نضع المذوات قرب النقطة B وفي نفس الوقت نراقب هذا الجزء من المذوات يجب أن يكون محاديا للمستقيم D ثم نرسم المستقيم الذي يمر من النقطة B وفي نفس الوقت عمودي على المستقيم D فنحصل على هذا المستقيم فتكون هذه الزاوية زاوية قائمة التمرين الخامس وهو باللغة الفرنسية اكدرسيس 5 السؤال جوديسين دوزانغل أرسموا زاويتين بهذه القياسات 70 درجة و130 درجة في البداية نضع مركز الزاوية فنسميه مثلا O أو A أو أي حرف آخر ثم نستعمل المسترى من أجل رسم الدلع الأول ويمكن اختيار هذا الدلع في أي مكان نريد فنختار هذا المكان مثلا ثم نحضر المنقلة من أجل قياس الزاوية 70 درجة ثم بعد ذلك ننشئ الزاوية قياسها 130 درجة فنأتي بالمنقلة ونضع مركزها على مركز الزاوية بهذه الطريقة ونبحث عن رقم سفر للمنقلة على هذا الشكل لدينا سفر 10 20 30 40 50 60 70 المطلوب من رسم زاوية قياسها 70 درجة لهذا يجب البحث عن الزاوية 70 وعند رقم سبعون نضع علامة بواسطة القلم وهكذا نحصل على الزاوية 70 ونزيح المنقلة ونتمم الزاوية بواسطة المسطرة نجمع مركز الزاوية بالعلامة فنحصل بذلك على الزاوية 70 درجة ويمكن بنفس الطريقة إنشاؤها في هذا الجانب فتكون هذه هي الزاوية 70 درجة وبنفس الطريقة يمكن إنشاء زاوية قياسها 130 درجة نضع مركزا آخر للزاوية وهو A ثم نرسم بواسطة المسطرة الدلع الأول نضع المسطرة بمحاداة النقطة A ثم نرسم الدلع الأول ثم نحضر المنقلة فنبحث عن مركز المنقلة وهو على شكل علامة زائد نضعه مع مركز الزاوية وفي نفس الوقت يجب وضع رقم سفر للمنقلة مع هذا الدلع بهذا الشكل ثم نقوم بحساب 130 درجة هنا 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 110, 120, 130 وهي زاوية منفرجة يفق قياسها 90 درجة أما هذه الزاوية فهي زاوية حادة لأن قياسها أصغر من 90 درجة نضع علامة في هذه النقطة 130 درجة ثم نزيل المنقلة ونقوم بوسطة المسطرة برسم الدلع الثاني للزاوية فنجمع بين مركز الدائرة والعلامة وبهذا الشكل نحصل على الزاوية 130 درجة فتكون هذه هي الزاوية المطلوبة ثم نمر إلى التمرين الثالث أكتب الأطوال في الجدول التالي ثم أتمم المتساويات لدينا هذا الجدول وهو جدول وحدات الأطوال وحدات الأطوال هي المتر وأزداؤها الديسيماتر والسونتيماتر والميليماتر أما المضاعفات فهي الديكاماتر الهيكتوماتر والكيلوماتر ولدينا هذه الأطوال أولاً 9.3 ماتر يجب وضعها داخل الجدول وبما أن هذا العدد عدد عشري فنضع الفاصل أولاً على يمين وحدة الماتر ثم نكتب 9 في الماتر و3 في الديسيماتر ولتحويل هذا الطول إلى الديسيماتر نبحث عن وحدة الديسيماتر داخل الجدول ثم نحرك هذه الفاصلة إلى يمين الديسيماتر ويمكن وضع السفر في عمود السونتيماتر وتحدف هذه الفاصلة فنحصل على 93 ديسيماتر ولتحويلها إلى السونتيماتر نبحث عن السونتيماتر ونضع فاصلة على يمينه وفاصلة أخرى في عمود الميليماتر ونزيل هذه الفاصلة فنحصل على 930 سونتيماتر نمر إلى العدد الثاني 27.50 ديسيماتر نضع الفاصلة أولا في الجدول نبحث عن وحدة الديسيماتر ثم نضع الفاصلة على يمينه ثم نكتب 7 في الديسيماتر و2 في الماتر ثم 5 في السونتيماتر وصفر في الميليماتر ويمكن الاستغناء عن هذا السفر لأنه يوجد في الجزء العشري من العدد ثم نحول هذا الطول إلى الماتر نبحث عن وحدة الماتر داخل الجدول ثم نضع الفاصلة على يمينه ونمسح الفاصلة الأولى فيصبح العدد 2.75 متر ولتحويل هذا الطول إلى السونتيماتر نبحث عن السونتيماتر داخل الجدول ثم نضع الفاصلة على يمينه ونزيل الفاصلة الأولى فنحصل على 275 سونتيماتر والطول الثالث هو 4.125 هكتوماتر نبحث عن الهكتوماتر ونضع الفاصلة على يمينه ونضع رقم 4 في الهكتوماتر والواحد في الديكاماتر واثنان في الماتر وخمسة في الديسيماتر ولتحويل هذا الطول إلى الكيلوماتر نبحث عن الكيلوماتر ونضع الفاصلة على يمينه ونضع صفر في العمول الخاص بالكيلوماتر ونزيل الفاصلة الأولى فنحصل على 0.4125 ولتحويل هذا الطول إلى الماتر نبحث عن الماتر ونضع الفاصلة على يمينه ونزيل الفاصلة الأولى فنحصل على 412.5 ثم نمر إلى الطول الرابع 0.0043 كيلوماتر نضع أول الفاصلة على يمين الكيلوماتر ثم نضع صفر في الكيلوماتر صفر آخر في الهكتوماتر وصفر في الديكاماتر وأربعة في الماتر وتلاتة في الديسيماتر ولتحويل هذا الطول إلى الماتر نضع الفاصلة على يمين الماتر ونزيل الفاصلة الأولى فنحصل على 4.3 ماتر ولتحويل هذا الطول إلى الهكتوماتر نبحث عن وحدة الهكتوماتر ونضع الفاصلة على يمينها ونحدف الفاصلة الأولى فنحصل على 0.043 هكتوماتر نمر إلى التمرين رقم 7 وهو باللغة الفرنسية اكتب بالدكا جرام ثم اقارن ورتب ترتيبا تزايديا والترتيب تزايدي يكون من الأصغر إلى الأكبر ونستعمل فيه الرمز أصغر ولدينا 30 ألف دكا جرام ثم 280 كيلو جرام 5 قنطار 65 كيلو جرام و1 طن وبما أننا نحول إلى الدكا جرام فهذه الكتلة لا نحولها لأنها أصلا بالدكا جرام نحول فقط الوحدات المختلفة عن الدكا جرام فننشئ جدول تحويلات الكتل وحدة الكتل هي الغرام والمضاعفات الدكا جرام الهكتو جرام الكيلو جرام ثم نضع نقطة ثم القنطار ثم الطن أما الزاء الجرام فهي الديتي جرام والسونتي جرام والميلي جرام فنضع أولا 180 كيلو جرام داخل الجدول فنبحث عن وحدة الكيلو جرام ونضع أولا نقم الوحدات وهو صفر ثم 8 ثم 2 ونحول هذه الكتلة إلى الدكا جرام نبحث عن وحدة الدكا جرام ثم نضيف الأصفار إلى أن نصل إلى هذه الوحدة فنحصل على 28 ألف دكا جرام ثم نمر إلى الكتلة الثانية وهي 5 قنطار فنبحث عن القنطار داخل الجدول فنكتب 5 في هذا العمود ولتحويل هذه الكتلة إلى الدكا جرام نضيف الأصفار إلى أن نصل إلى وحدة الدكا جرام فنحصل على 50 ألف دكا جرام نمر إلى الكتلة الموالية وهي 65 كيلو جرام نبحث عن الكيلو جرام داخل الجدول نكتب رقم الوحدات 5 ثم رقم العشرات 6 ولتحويل هذه الكتلة إلى الدكا جرام نضيف صفر في الهيكتو جرام وصفر في الدكا جرام فنحصل على 6500 دكا جرام وفي الأخير نضع واحد في عمود الخاص بالطن ونضيف الأصفار حتى نصل إلى وحدة الدكا جرام فيصبح العدد 100 ألف دكا جرام وبعدما حولنا هذه الكتلة إلى الدكا جرام نقوم بترتيبها من الأصغر إلى الأكبر باستعمال الرمز أصغر فلدينا 30 ألف دكا جرام و28 ألف دكا جرام و50 ألف دكا جرام و6500 دكا جرام و6500 دكا جرام ثم 100 ألف دكا جرام هذا العدد مكون من 6 أرقام وهذا من 4 أرقام وهذا من 5 أرقام وهذا من 5 أرقام كذلك فيكون هذا وأصغر عدد مكون من أربعة أرقام فقط نكتبه أولاً ستة آلاف وخمسمائة ثم نضع رمز أصغر ونجد عددين مكونين من خمسة أرقام خمسون ألف وتمانية وعشرون ألف نقارن العددين رقم عشرة آلاف في هذا العدد هو إثنان وفي هذا العدد هو خمسة وإثنان أصغر من خمسة فيكون هذا العدد الأصغر فنكتبه في الترتيب الثاني نضع علامة أصغر ثم نكتب هذا العدد نضع علامة أصغر ثم نكتب العدد الأخير المكون من ستة أرقام وهو أكبر عدد مئة ألف ويمكن تعويض هذه الكتال بالكتال الأصلية ستة آلاف وخمسمائة ديكا جرام هي خمسة وستون كيلو جرام فنكتب خمسة وستون كيلو جرام ثم نضع رمز أصغر ونعود ثمانية وعشرون ألف ديكا جرام بقيمتها الأصلية وهي مئتين وتمانون كيلو جرام ثم نعود خمسون ألف ديكا جرام بخمسة قنطار ونعود مئة ألف ديكا جرام بواحد طون فيصبح الترتيب تزايد على هذا الشكل التمرين الثامن أهبر عن خياس المساحة ألفين وسبعمائة واربعون سنتيمتر مربع بالوحدتين الدسمائة المربع والمائة المربع نبدأ بالتحويل الأول ألفين وسبعمائة واربعون سنتيمتر مربع نضعها داخل الجدول نكتب رقم الوحدات سفر في هذا العمود ثم أربعة ثم سبعة ثم إثنان وبما أننا سنحول هذه المساحة إلى الدسمائة المربع نبحث عن هذه الوحدة ثم نضع الفاصل على يمينها فيصبح العدد سبعة وعشرون فاصل أربعون دسمائة المربع ثم نقوم بتحويل هذه المساحة إلى المائة المربع نبحث عن وحدة المائة المربع ونضع الفاصل على يمينها ونزيل الفاصل الأولى ونضع السفر في العمود الأول فنصل على السفر فاصل ألفين وسبعمائة واربعون مائة مربع أو سفر فاصل مائتين وأربعة وسبعون حيث يمكن الاستغناء عن هذا السفر لأنه يتواجد في الجزء العشاري من العدد ثم نمر إلى التمرين التاسع وهو عبارة عن مسألة كان عند كريمة مائة وتمانون درهما اشترت محفظة ثمنها أربعة وتمانون فاصل ستون درهم وأقلاما ثمنها اثنين وعشرون فاصل خمسون درهم هل بقي لديها ما يكفي لشراء كتاب ثمنه سبعة وتلاتون فاصل ثمانون درهم أولا يجب كتابة معلومات هذه المسألة وهو المبلغ المتوفر عند كريمة فنكتب المبلغ المتوفر عند كريمة هو مائة وتمانون درهم ونكتب مشتريات كريمة محفظة وأقلام وتريد الشراء كتاب ثمنه سبعة وتلاتون فاصل ثمانون درهم والسؤال يقول هل بقي لديها ما يكفي لشراء ذلك الكتاب ولمعرفة ذلك يجب جمع ثمن مشتريات كريمة وهي المحفظة والأقلام فنقوم بجمع أربعة وتمانون فاصل ستون درهم زائد ثمن الأقلام وهو اثنان وعشرون فاصل خمسون درهم وفي عملية الجمع نضع الفاصلة تحت الفاصلة سفر زائد سفر سفر ستة زائد خمسة احدى عشر نكتب واحد ونحتفظ بواحد ثم نضع الفاصلة أربعة زائد اثنان ستة والاحتفاظ سبعة ثمانية زائد اثنان عشر فنكتبها كاملة لأنها جاءت في آخر عملية الجمع وهذا المبلغ هو ما صرفته كريمة ولمعرفة هل بقية من الكتاب يجب القيام بعملية طرحة ثمن المشتريات ننقصه من المبلغ المتوفر عند كريمة فنكتبه مئة وتمانون درهم ناقص مئة وسبعة فاصل عشر ولتسهيل عملية الجمع نضع الفاصلة بعد العدد الصحيح مئة وتمانون وبذلك يكون الجزء الصحيح من العدد العشري تحت الجزء الصحيح سفر ناقص سفر سفر ناقص سفر ناقص تمانية لا يمكن ناقص interessante عشر نقص واحد تسعة نضع الفاصلة ننزل رقم واحد سفر نقص ثمانية لا يمكن نوضف واحد في العشرات عشر نقص ثمانية اثنان ننزل الواحد ثمانية نقص واحد سبعة وواحد نقص واحد سفر فيكون المبلغ المتبقي لدى كريمة واثنان وسبعون فاصلة تسعون درهما وهي تريد شراء كتاب ثمنه سبعة وثلاثون فاصلة ثمانون درهما والمبلغ المتبقي واثنان وسبعون فاصلة تسعون درهما وهو اكبر من ثمن الكتاب فنكتب كريمة لديها ما يكفي لشراء كتاب ثمنه سبعة وثلاثون فاصلة ثمانون درهما لان المبلغ المتبقي لديها اكبر من ثمن الكتاب ترجمة نانسي قنقر